صراحة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينان احتلال القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء ومراكز سكنهم ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال وطلب بوردين الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باكتياح رفح الفلسطينية وتهجير المواطنين منها خاصة أن معظمهم من النازحين من شمال ووسط القطاع جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة وسط صمت دولي غير مقبول مؤكدا أن هدف إسرائيل الدائم هو عدم قيام الدولة الفلسطينية وهي غير جادة في مساعيها لوقف إطلاق النار وتسعى دائما لإضعاف السلطة الفلسطينية